قال معهد بروكنز للبحاث أن المحادثات التي تستضيفها بغداد بين الرياض وطهران تنظر بحراك من نوع جديد في المنطقة أن العراق يعمل على أن يكون جسر بين جارتي المتعاديتين المعهد نشر تحليلاً يستند إلى أراء دبلوماسيين أشار إلى أن بغداد تلعب دوراً لحل أزمة اليمن كبداية لتخفيف الخلافات بين الرياض وطهران فيما أكد أن المحادثات التي يتوسط فيها العراق إذا صفرت عن وقف إطلاق النار في اليمن فسيكون ذلك بمثابة تحسن كبير في التوترة الإقليمية ويساعد في تخفيف أسوأ كارثة إنسانية في العالم كما توقع التقرير أن العراق الذي كان خارج الخدمة لسنوات عديدة سيعود كلاعب رئيسي في المنطقة بمجرد نجاحه في خفض توترة بين القطبين السعودي والإيراني